موجب المرسوم الرئاسي الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس والمتعلق بقضية دمج الأسرة والمحررين في مختلف الوظائف الحكومية الأمنية منها والمدنية بشرت هيئة شؤون الأسرة والمحررين في الخطوات الأولية لتنفيذ هذا المرسوم في قرار من سيادة الرئيس بالبدء في موضوع دمج الأسرة سواء كان على القطاع العسكري أو المدني وشكلت عدة لجان وإحنا بدأنا في توزيع استمارات على كل مدرياتنا لأن يعبئ كل أسير استمارة المعلومات المطلوبة ويطلب إيش بده سواء كان جهاز أمني أو مدني لجان فنية مختصة من هيئة شؤون الأسرة والمحررين ستعملوا بالتعاون مع ديوان الموظفين العهم والإدارة والتنظيم للجنة الأمنية الفلسطينية على عملية دمج الأسرة المحررين اطلعنا بنتيجة اليوم كان الاجتماع طبعا كانت تشكيل اللجان فنية للمباشرة بدمج هؤلاء الأسرة اللجان الفنية سيكون فيها اثنين من هيئة شؤون الأسرة مدرع عامين واحد راح يكون مع التنظيم والإدارة واحد ثاني مع الأخ أبو زيد هذه مهمتهم أنه كل جهاز راح يتسلم أسماء اللي يعني حبوا أو سجلوا أنه يكونوا إلوا على سبيل المثال الأمن الوطني بيكون واحد من هيئة الأسرة واحد من التنظيم والإدارة من خلال العسكريين وكذلك الأمر من الجهاز نفسه وكذلك الأمر كل الأجهزة وكل الوزرات راح يكون فيها من الممثلين وسيبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية أكثر من سبعة آلاف أسير محرر ممن يتلقون رواتب دائمة وقضوا في سجون الاحتلال خمسة سنوات أو أكثر بما فيهم كبار السن وملفات العجز الطبي وسيتم توظيفهم حسب المؤهلات العلمية والمدة الزمنية التي أمضى الأسير في سجون الاحتلال محمود مظلوم تلفزيون فلسطين